أربعة وزراء من أعضاء الحكومة يتمثلون في كل من وزير الأمن العام والهجرة سليمان أب بكر آدم ووزير إدارة الأراضي واللامركزية محمد بشير شريف ووزير العدل الحام الأختام المكلب بحقوق الإنسان الدكتور محمد أحمد الحبو ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرحمن غلام الله وصلوا مباشرة إلى مدينة سعر عاصمة ولاية شاري الأوسط ذلك على ضوء الأحداث الأليمة التي تسببت في فقدان العشرات من الأشخاص في قرية سندانة بمركز إدارة كوموكو حيث كان في استقبالهم عند سلم الطائرة حاكم الولاية اللواء علي أحمد أغبش برفقة كبار مساعده من مدنيين وعسكريين توجه الوفد مباشرة إلى مقر إقامة الحاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر